السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الاثنين الثامن من شهر أوغسط 2022 أهم أخبار ألمانيا نبدأ أصدقائي جولتنا الإخبارية من ما نشرته القناة الأولى الألمانية بموقعها الإخباري تاكس شو حول تصريح لوزير المالية حيث قال السيد لندنا الذي عمل حوارا صحفيا مع جريدة شبيغل قال بأنه يخطط لعمل مساعدات أصدقائي سنة 2023 وقال بأن هذا حزمة المساعدات التي سوف تكون سنة 2023 وهي ليست قرارات إنما مخطط يخطط له وزير المالية ويجب أن يتفاوض فيه أيضا مع حزب الخضر وأيضا مع الحزب الاشتراكي لكن على الأغلب إن شاء الله ستكون هناك مساعدات قال بأن هذه المساعدات سوف تكلف تقريبا خزينة الدولة 10 مليار يورو والمساعدات أصدقائي تخص شيئين معينين هو زيادة جغوند فخاي بيتخاغ جغوند فخاي بيتخاغ يعني زيادة الحد المسبوح به الذي يعثى من الضرائب يعني حاليا من يعمل يعني من يشتغل فإنه 10348 يورو من مرتبكم لا تدفعون عليها ضرائب ويكون فيها إعفاء من دفع الضرائب وبداية من السنة المقبلة يرغب السيد ليندنا بأن يرفع جغوند فخاي بيتخاغ إلى 10633 يورو يعني هذا هو المرتب السنوي الذي لا تدفعون عنه ضرائب كما يرغب وقال بأنه في سنة 2024 يرغب بأن يصبح 10933 يورو الراتب السنوي الذي يكون معفيا من الضرائب وقال أيضا السيد ليندنا بأنه يرغب أن يزيد من مساعدة أو راتب كيندرغيلد نعلم بأن الأطفال في ألمانيا يحصلون على راتب كيندرغيلد خصوصا للناس الذين عندهم إقامة أو الناس الذين عندهم جنسية ألمانيا إلى آخره هناك مرتب تصرفه فاميليين كاس اسمه كيندرغيلد هذا المرتب يرغب الآن السيد ليندنا وقال بمخطط له بسنة 2023 يرغب بأن يصبح كيندرغيلد هو 227 يورو شهريا للثلاث أطفال الأوائل يعني إذا عندكم طفل تحصلون على 227 يورو إذا عندكم طفلين كل طفل تحصلون على 227 يورو للطفل الرابع أو الطفل الخامس أو الطفل السادس بطبيعة الحال كلما كبرت الأسرة كلما زاد مرتب كيندرغيلد فلذلك يقول وزير المالية أنه يرغب السنة المقبلة بأن يزيد من مرتب كيندرغيلد لكن لم يخبر متى سوف يكون الأمر أصدقائي أيضا تكلم على أنه بالنسبة للأغنية أو بالنسبة لمن يكسبون أكثر سوف يدفعون ضرائب أكثر ونعلم بأن ألمانيا تعتبر بأن أي شخص يكسب أكثر من 277 ألف وتمانمائة و26 يورو بالسنة فهو يعتبر من الأغنية ويدفع 45 بالمئة أصدقائك ضريبة للأغنية لكل ما يفوق هذا المرتب سنويا إذن هذه هي التصريحات التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية لمخطط وزير المالية السيد ليندنا نمر إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية هي الحادثة التي حصلت لإمرأة عمرها 57 سنة توفيت بمدينة الملاهي أصدقائي بعدما سقطت عندما قامت بالركب في قطار الذي يسمى بالألمانية أخطابان أخطابان هو هذا القطار الذي يمشي بسرعة كبيرة جدا في مدينة الملاهي ويدور هكذا وهكذا يعني هذا القطار السريع هذه المرأة سقطت من هذا القطار أصدقائي بمدينة الملاهي وتوفيت حصل الأمر بمقاطعة غايلاند فالس بمدينة كوخيم أصدقائي وما زالت هناك التحقيقات سارية وهذه المرأة هي من مقاطعة زارلاند وتوجهت إلى مدينة الملاهي أصدقائي وحصلت الحادثة ما زالت الشرطة تحقق بالأمر لمعرفة ما هو السبب الذي أدى إلى سقوط هذه المرأة وبدأوا الآن التحقيقات أيضا لمعرفة هل مدينة الملاهي تعتمد السلامة يعني الآن يراقبون هذا الجهاز وهذه الألعاب التي توجد بمدينة الملاهي لمعرفة هل هذه الحادثة حصلت لأن هناك من قام بدفع المرأة أو لأنها لم تقم بغلق الآلة ومسك الآلة بشكل جيد أو هناك عطل كان بهذه الآلة أو في مدينة الملاهي ولم تتبه له مدينة الملاهي ما زالت الآن الشرطة تحقق في الأمر والملهى الذي يسمى كلوتي بارك ما زال مغلقا لحد الساعة وما زالت التحقيقات مستمرة نمر إلى موضوع آخر تتكلم عن الصحفة الألمانية وهو محاولة حزب اسبيدي الاشتراكي طارد المستشار الألماني السابق السيد شخودة الذي حكم ألمانيا سنوات 1998 إلى 2005 حزب اسبيدي الاشتراكي الذي حاليا يحكم ألمانيا لأنه مستشار ألمانيا هو السيد شولز أيضا من حزب اسبيدي حاول أن يطرد السيد شخودة ويقولون بأن السيد شخودة أفكاره وما يقوم به لا تتماشى مع رؤية الحزب واتهموه بأنه يتعامل مع روسيا ويتعاون مع روسيا وقالوا بأن هذا الأمر لا يتماشى مع فكر الحزب لكن أصدقائي الجهة المسؤولة داخل المستر القانونية للحزب الجهة التحكيمية قالت لا السيد شخودة يجب أن يبقى بالحزب وما يقوم به من معاملات أو علاقة طيبة مع روسيا هذا الأمر ليس كافيا كي يقوم بطرده من الحزب الحزب يحاول وأخيرا أيضا السيدة زاسكيا إسكن من رئيسة حزب اسبيدي الاشتراكي أيضا تهجمت وقامت بانتقاد مستشار ألمانيا وقالت بأن ما يقوم به مستشار ألمانيا السابق السيد شخودة لا يمثل الحزب الاشتراكي في شيء وهو لا يتعامل كمستشار سابق لألمانيا إنما يتعامل كرجل أعمال لكن جاءت هناك أيضا تصريحات تقول بأن هناك عدد كبير من أعضاء حزب اسبيدي الاشتراكي يتيقون في المستشار السابق السيد شخودة ويدعمونه ويدعمون أنه يرغب بسن علاقات طيبة مع روسيا نمر إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهي الاقتصاد الألماني والاقتصاد الصيني وهناك مخاوف كبيرة جدا في ألمانيا من توطر العلاقة بين ألمانيا وبين الصين وقالوا بأن هذا الأمر سوف يكلف ألمانيا كثيرا وسوف يعاني الاقتصاد الألماني المشكلة جاءت بسبب الآن المشكلة الحاصلة بين الصين وطايوان عندما قامت رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوزي بزيارة إلى طايوان وهذا الأمر أصدقائي أغضب الصين والآن حصل هناك توطر بالعلاقة بين الصين وبين أمريكا هناك الآن خوف وهناك قلق بأن هذا الأمر يزيد يتطور ويتطور أكثر وتذطر ألمانيا أيضا إلى الدخول في حرب اقتصادية مع الصين كما حصل أيضا الآن بالحرب الاقتصادية مع روسيا وقالوا بأن حرب اقتصادية مع الصين ستكلف الاقتصاد الألماني كثيرا جدا وسوف تحصل خسائر كبيرة جدا للاقتصاد الألماني سوف يعاني وتعاني منها خصوصا صناعة الصيارات وصناعة الماكينات سوف تعمل خسائر رهيبة وخسائر كبيرة وحضروا من حصول حرب اقتصادية بين ألمانيا وبين الصين لما سيكون لها من تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي في ألمانيا آخر موضوع أصدقائي هو تحذير جاء من عند المؤسسة الحكومية غوبات كوخ إنستيتوت مؤسسة روبرت كورت الحكومية المكلفة بالأوبئة حضرت من أنه بالسنوات المقبلة في ألمانيا تنتشر بعض الأمراض التي هي أمراض توجد فقط ببعض المناطق الاستوائية أو بعض المناطق المدارية وقال رئيس مؤسسة غوبات كوخ السيد فيلا بأن التغيير المناخي في ألمانيا وارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى ظهور أنواع خطيرة من الباعوض وهذا الباعوض الذي يمكن أن يحمل معه أمراضا جديدة لم تكن ألمانيا تعرفها وأيضا حضر من عودة المالاريا مرض المالاريا الخطير المعدي أو ظهور مجموعة كبيرة من البكتيريات إلى آخره وحضر وقال بأن التغيير المناخي الذي تعرفه ألمانيا وعدم تساقط الأمطار بشكل كافي هذه الأمور خطيرة جدا وطالب من العلماء البحث أكثر وأكثر وأكثر بهذا الأمر كي يتم حماية ألمانيا وحماية المجتمع الألماني من مجموعة من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن يجلبها معها التغيير المناخي يعني ألمانيا الآن تعيش قلق كبير بسبب التغيير المناخي الذي يمكن أن يجلب معه أمراضا خطيرة وأمراضا معدية وأنواع جديدة من البعوض إلى آخره نتمنى السلامة والأمانة للجميع قربتكم أصدقائي من أهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء